اهلا بكم مشاهدينا ومستمعي راديو افام كات عن طريق راديو افام كات وعن طريق يوتيوب الخاص براديو افام كات نقترح لكم اليوم في حلقتنا الاولى من حلقات الربح عن طريق الانترنت واللي هي الحلقة المباشرة اللي غادي نبدو فيها مباشرة باش نكري واحد لكونت خاص بنا يعني غا نكري بانك خاص في الانترنت وفي شركة بايزا اللي هي معروفة وشركة عالمية وعندها مزدقية كبيرة وهي من الشركات اللي عندها اه واحدة التواصل عن طريق الشركة العامة اه في المغرب وليمكن لنا نعملو فيها الان والاوت عن طريق الشركة العامة للأبنك اذا غادي نستهلو اه بداية الحلقة دينا بكيفاش غادي نكريو هاد لكونت اذا تابعوا معي الفيديو بشكل التالي اذا اولا عليك بالذهب الى هذه الصفحة الخاصة بايزا اللي غادي تلقوها اه الرابط اه غادي يكون في اسفل الفيديو اذا غادي ننتظروا واحد خمس ثواني باش يبان اه الموقع جيدا اذا اه الان كيدخل الموقع غادي نديرو باش نكريو واحد الكونت خاص بنا مجانا بطبيعة الحال اه في الانترنت اذا اضطر لنا الصفحة الان اذا غادي اضغط على سينيو نوب هندان كنشاهدو ثلاثة الانواع ديال الحسابات ولكن الافضل غادي نختارو الحساب الاحترافي اذا افضل شيء هو انه نديروه حساب احترافي اه لانه حساب احترافي ما غا نحتاجوش انه ننزدوه في الترقية دياله من بعد تتيح لنا مجموعة ديال الاشياء اللي غادي نعرفوها من بعد اذا اولا غادي نضغطو على شوازيغ عفوا ناسية اختيار الدولة اذا هو كي يدعم جموعة من الدول اذا مدام انا مغريبي غادي نختار المغرب اذا كان ثلاثة الخطوات غادي نختاروه الاولى غادي نختار لقب اذا افضل نختار الرجل غادي ندير الاسماء عفوا اول شيء خسنا نديروه هو نديرو الاسماء ديالنا اا والعناوين ديالنا تكون صحيحة اذا نديرو الاسم ديالنا. اا نديرو العنوان ديالنا الاسم الأول والاسم الثاني اذا نختار المدينة ديالي بما انني كنستكون بمدينة الضربة غادي نغير كازا بلانكا وكذلك الرقم البارد مثلا انا في الدربيضة عندي عشرين الف و سسمية في الحقيقة اللي كنسكن فيه وهنا كندخلوا الرقم الهاتف اللي هو شيء اساسي هنا كن اه في هاد الخانة هدي كنديرول بهنا اذا مباشرة غندوزول تاريخ الميلاد طبيعة حل معلومة تخصى سكون كلها صحيحة اذا عند الانتهاء غادي نكليكيو على اذا غادي نمرو المرحلة الثانية غادي صفحة هادي غادي عليك بادخل الامايل وهاد الامايل هو الجيميل اللي كنت عطيتكم في الحلقة اللي فاتت اه اللي اعطيت فيها نبدأ على اه دروس دينا وعلى وعلى بعد النصائح اللي كنت وجهتها لكم في الحلقة اللي فاتت باش اه تكون عندنا حماية ويكون عندنا مجموعة من الاشياء ادن كليمت سير كلمة سير مرة تانية لا كنفرماشن دمو دو باس ادن على الاقل اربعة ارقام او ما فوق ادن كين سؤال ديال سيكوريتي كتختار سؤال من الاسئلة وكتتم الاجابة عليه في الخانة الموالية مثلا احسن اوساد عندك او شيء اللي كتحب بناء على السئلة المهم هو انك اه الايجابة ديالك تكون شيء اجابة لي مجرد ما انك اه تنسى اي حاجات تبقى مفكرها هي اذا اه غادي ندخلو اه اه كود الكابتشا ادن هدك الارقام او الحرف المكتوبة في الصفحة خصين عاود النقل ديالها بطريقة سليمة ادن غادي نكليكيو على ديك البوطان باش نقبلو الشورط ادن غادي نكليكيو على اي طاب فينال ادن غادي نتضرو بعد قليل بعد ما تبانينا الصفحة جديدة شودة الانترنت اليوم شوية ضعيفة كنت اسفو ادن الآن كيكتب لينا بمعنى انني غادي نرجع للايميل ديالي باش ننفعل الحساب ديالي ادن غادي نمشيو للجيميل ادن كيف ما كتشوف الان وصلتني الرسالة اذا ملقيتيش رسالة في ام ملقيتيهاش في البيت آآ آآ ديال لي ميساج غادي تطلقها في في سبام. اذا نفتح الرسالة. اذا كيف ما كتشوف ان هذه الخطوة الاخيرة لتفعيل الحساب. اذا غادي نكليكيو على اللوليان باش نفعلو الحساب ديالنا. اذا عليكم بالضغط آآ على اللوليان. بمعنى الرابط آآ اللي هو باللون ازرق. وهذا تبسيط مني عارف آآ ناس كي الناس لي ما واصلهمش آآ مجموعة من الافكار اللي كان حاول ننبسط اكتر واكتر باش نعطيه اكتر من المعلومات. الآن كي طلبوا منا الفاليداسيون ديال ايمايل ديالنا. اول شيء خاصنا ان ندخلو ايمايل ديالنا. والمدبس اللي كتبنا في الاول. فهدوكو هو مجوش ديال الحوايج باش غاديم قديمة كندخل لهات الحساب ديال بايزة. اذا كنشوفو الحساب ديالنا الان سفر دولار. اذا هنا كينتلات الانواع ديال التفعيلات. وهذه المرحلة اللي غادي نمرو فيها اللي كتخص الشركة العامة للأبناك. اذا هنا حسابات البنكية ديالي. باش نقد نفعل الحساب ديالي. الفيزا او الماستر كارد او غير ذلك. والتفعيل للحساب ديالي فهو ضروري. باش كيتم واحد التواصل ما بين جوج ديال الابناك. اه البنك اه العالمي اللي هو بايزة. والبنك ديالي اللي كيكون محلي في الدولة اللي كنقطن بها او بالمدينة اللي كنقطن بها. اه هاد البطاقات اللي كهدا تكلمت عليها اللي هي ماي كارت اللي عند الشركة العامة لابناك. فهي كنت بقلي تكلمت عليها في الحلقة اللي اللي فاتت واللي كانت تمهيدية للربح عن طريق الانتغنت. فحاولت انني اه الان ننتكلم عليها اكتر. اللي غادي نعطيكم هو ان اه تفعيل ديال هاد البنك هدا هو ان اه كيتم واحد اه او واحد تجاوب ما بينجوج ديال الابناك باش كيتم اه سحب الاموال او دفع الاموال في البنك الالكتروني او دفع الاموال في البنك اه الشخصي ديالنا اللي كيتواجد في البلد ديالنا. فكنتمنى انه اه تكون هاد الحلقة هادية رختكم وتكونوا استفتمنها. فكنتمنى انكم اه يعني تطرحوا التساؤلات ديالكم في القناة ديالنا ديالي يوتيوب او فكذلك في الفيسبوك غاديو شابب اسباس كزا اوديو وتوصلوا معنا دائما على راديو افم كات فهو المنبر ديالكم مفتوح دائما لكل العرب اينما كانوا وكنتمنى انكم اه تمشيوا بهذا الاستراتيجية هدي وما تملوش لانه اه حتى شي حاجة ما كتجي بسهل ولكن الانسان اللي كيجتهد رح كيوصل للنتيجة. فكنحييكم مستمعنا افاضل باشرقة الصوت اه بنور عربي اه راديو افم كات راديو كل العرب وقناة يوتيوب راديو افم كات راديو كل العرب كيحييكم اخوكم طلال دائما كيحييكم اه وكنتمنى لكم التوفيق في هاد اه اه الدروس هدي كنتمنى انكم تكونوا من نجاحين تحياتي مستمعنا افاضل اشكركم دائما على اسغاء والانتباه